أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية والتموينية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين في فروع المجمعات الاستهلاكية المختلفة وعلى مستوى جميع المحافظات خاصة مع اقتراب حلول عيد الأطحى المبارك وخلال اجتماع لمتابعة موقف توفر السلع في الأسواق استعرض رئيس الوزراء مع عدد من المسؤولين المعنيين تقريرا مفصلا عن توفر السلع الأساسية والتموينية في منافذ وزارة التموين والبالغ عددها 40 ألف منفذ أعلى مستوى الجمهورية كما استعرض لاجتماع الموقف التنفيذي لتوريدات واستلام القمح من المزراءين